دكتور أرجعك الأول شغلة بدينا اليوم بها الحلقة وحضرتك زعلت علي شوية من قلت لي هي مو شخصنة هس رجعت تقول لي أنه إذا المالكي يطلع من العملية السياسية يعني الإطار يصير بس اسمح لي يعني الإطار راح يصير خوش إطار هاي النقطة شرح لي أها لا هاي مو بنظر سيد مقتدى الصدر المالكي أجمع الشعب العراقي بأكمله سنة وشيعة وعرب وأكراد وأوب ذاكهم كان يتهم الكرد بأنه يطلع النفط إلى إسرائيل وكان يتهم الكرد بكذا هو المالكي استخدم سياسات عدائية مع الأطراف الثلاثة الكرد والسنة والتعار الصدري هاي وحدة الصورة الذهنية للمالكي ما عادت تقبل المالكي مرة أخرى هذا على مستوى الشارع العراقي فسيد مقتدى تقمص دور الشارع العراقي وعانى معاناتهم في التصدي إلى المالكي هو موعداء شخصي بالعكس المالكي جذورة كما يقولون حزب دعوة وتيار الصدري جذورة صدريين والثيناتهم يلتقون بفلسفة محمد باقر الصدر لكن هذا لا يعني أنه إذا هو حزب دعوة كونه نغض النظر عنه أو إذا هو صدري فاسد نسكت عنه لا سيد مقتدى ما عندهي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر